السلام عليكم لبنات اليوم سوف نقوم بفديو زيت زيت مليحة لتصبغات الجد تعلاب و تعلوجه نتجا عن حروق الشمس نسحق زيت اللوز المر زيت اللوز زيت اللوز زيت اللوز نسحق ثان زوج حبات جوز الطيب كما نرى زوج حبات و مهلاس نحرسوهم نجيبو الحبات تعجوز الطيب نفتحوهم نتأكدو بالليلا لا يخسرين كما نرى الحبات لا يخسرين لا يخسرين لا يوجد الغلاف الخارجي كما نرى كما نرى نهرسوهم في المهرس يدويا يدويا تستطيع أن تهرسوهم هذا صغير كامل كما نرى لا يخسرين كما نرى لا يخسرين لذلك نرى كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى نفتحوه نجيبو القرعه نزيدو لها زوج مغارف 2 كوير صغر تاعة لابوتر لناها من جزد الطيب نرفض منها زوج مغارف نضعها في القرعه القرعه لا تنقصوه منها لا تنقصوا منها مغارف يجي فيه المحتوي نديروه ودخلوا شو يافيد ويقعد لكم كيف تحركوها نغلقوها مليح القرعه ونحركوه حتى يتخلط لنا مليح هذا محتوى تعجوز الطيب أو لابوتر تعجوز الطيب بمع الزيت مراها مراها نحتفظوا بهذا الخليط وهذا القرعه في مكان مظلم يعني ما فيهش الضوء لمدة أسبوع يعني انسو من بها نبدأو نبليكيوها الابليكاسيون تاعها هذي الزيت انا سبقوا درتها من شركة القرعه هذي من شركة الكابتن جتني مليحه شوفوا كيف هذا الزيت دال مو مخلطهاش كي جيت ندير شفتو كيفه جيت صافية شفتو كيف لازم نحركوها نحركوها و نديرو فليت ثم بعد نبليكيو على الوجه طريقة الاشتعمال هاد الزيت نخدموها و نستعملها دفة بقشة منها زوج خطرات في الأسبوع غير في الليل ما نكتروش منها غير في الليل زيت لوس دونك مع الشمس تحرق لك العبو دونك تجربوها يا البنات فغيمو تعطي نتائج بعد حوالي ثلث أسابيع من الاستعمال تبان لك النتيجة تروح لك هذه السمورية و للحريق اللي تشبرون ناتجة عن حروق الشمس كما نديروش لانتيسولير أو شمسي بان لك هذه الحروق ان شاء الله تكون عجبتكم مع السلامة